اعتراضات من البعض ولكن البعض لم يقدم أصلا والبعض لم يطلع انسيابية قبولة على كلها هؤلاء لماذا وصلوا إلى هذه المرحلة وماذا يمكن أن نعالج هذه المرحلة يعني مثلا هناك بعض الناس مثلا معدلة 85 أبنائهم حققوا معدلة 85 75 90 ويضعون هذا المعدل في مساحة يكون مستوى التنافس فيها على حجز المقاعد الدراسية عالية جدا فهو وضع خياراته في المساحة الخاطئة ومنظومة القبول هي تعرفين هي منظومة الكترونية تتعامل مع أرقام صعودا ونزولا فبالنتيجة إذا لم يظهر للطالب قبولة فهو لا يعني أنه سيحرم من الالتحاق بالجامعة وإنما راح يتاح له في اليومين القادمين التقديم من ضمن استمارة الاعتراضات للذين لم يظهر لهم قبول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا